هل بيعت سوريا لإيران؟ سؤال أجابت عليه الغارديان البريطانية في تقرير ذهب إلى أن حنق السوريين على النفوذ الإيراني الأخذ بالتوسع وتخوفهم امتد إلى موالي الأسد حيث كشف التقرير أن النفوذ الإيراني لا يغتصر على المستوى الرسمي فإيران تعمل على تغيير الديمغرافية العاصمة بعد أن صدرت أراضي في دمشق لإقامة مشروع سكني إيراني ومقر جديد للسفارة وشرائهم عقارات في مناطق مهمة التخوف من النفوذ الإيراني طال مؤيدي الأسد حيث تنقل الصحيفة البريطانية عن محام سوري رافضا لكشف عن هويته أن الإيرانيين اليوم لديهم كل مفاتيح السيطرة الغارديان أشارت إلى تصريح السفير الإيراني حول أن طهران قدمت للأسد خلال خمس سنوات من الحرب دعماً اقتصادياً وعسكرياً وشاركت في الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة هذه التصريحات تزامنت مع تقارير أشارت إلى تعزيزات تقوم بها القوات العسكرية الإيرانية في محافظة حما وسط سوريا ما سبق يتناقض مع ما جاء أمس على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالهيان الذي نفى وجود قوات أو مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا ونوهت الغارجين إلى أن المفاوضات التي أجراها الإيرانيون وميليشيات حزب الله مع المعارضة حول وقف النار في الزبداني هي دليل على النفوذ الإيراني كما تفاوضوا مع جيش الفتح في إدلب حيث عارض الإيرانيون تبادلاً سكانياً بين السنة والشيعة ينقل فيه سكان قريتي كفريا والفوعة إلى سيدة زينب جنوب دمشق محللون يرون أن أهداف إيران بعيدة المدى ولن تظهر تأثيراتها على المدى المنظور فالسيطرة على العقارات تصاحبها عمليات استثمار ستتصاعد بغية التغلغل في مفاصل الاقتصاد السوري كافة وجغرافيتها ميس عمار العربية